السلام عليكم وحمد الله وبركاته. معك عبداللهيز حسن من فريق عمل خدماته. هنتكلم ان شاء الله في سيدة دروس جيدة هنتكلم فيها على الاصدار ده لسه ما نزلش مشاكل رسمي لحد دلوقتي. يعني حتى لو دخلت على الموقع الرسمة هتلاقي ان اخر اصدار لحد يومنا ده. الاصدار 5.4. فاحنا هنتكلم على الاصدار 5.5 قبل ما ينزل ان شاء الله عشان بحيث انه لما ينزل يبقى الناس عند داخل فيها الجديد فيها. طبعا احنا كنا متعودين دائما ان احنا ما بينزل اصدار رسمي ونبدأ نشتغل. فحنا نرضى او في الفرجن ده هنبدأ نعمل اكسبشن شوية ونشتغل قبل ما الاصدار ينزل ان شاء الله. المهم طبعا اصدار تحت تحت التطوير فما يفعش تنزيله من خلال الموقع الرسم نفسه. فننزيله من خلال github. هروح على laravel. هروح على github ozeron github slash laravel. هنلاقي هنا الاراvel هنخش عليه. هلاقي بشكل بالاساسي الماستر هنا. انا مش عايز الماستر انا عايز الديفولومنت. الديفولومنت اللي هو تحت التطوير او الديفولوب تمام? فهنا بيحطوا اخر اصدارهم مشاغلين عليه. طيب. فهنا لو نزلنا على الكمبوزر جسم هنلاقي هنا فعلا ان هو هنا الاراvel فريمورك هلا الاراvel 5. الكلام ده جميل جدا جدا. طيب هنخرج ونعمله داولود من هنا. او ممكن نعمله لو انتا عايزين. نعمل داولود. خلاص كده عملينه داولود. المفوض هي عندك ملف مضغوط في البروشيكت بتاعك بزيك اللي انت شايفينه داولود بالشكل. هدوس عليه دابل كليك هنا عشان نعمله اكستراكت. ممكن تستخدم اي اكستراكتر عندك على النظام بتاعك. هنا في الماك. بادوس دابل كليك بفوق اللي الضغط على طول. المهم. هبدأ الوقت يروح على الترميل والله الاس. هادي الفولدر بتاعي اللي هو الاراvel development. خش عليه اللي هو الاراvel development. هو نفس الاراvel 5.4 في اي تغيير في تعليمه. بس المهم ان الاسدار دا بي تطلب ان انت يكون عندك الPHP7. ما ينفعش يكون عندك اصدار اهلي بالPHP7. الاسدار الفات كان لازم عندك PHP5.6. الاسدار دا لازم يكون عندك PHP7. عشان تعرف اصدار الPHP اللي عندك على المشينة هتكتب PHP-V. هيديك الاسدار بتاعك. هنا طبعا انا عندي هنا PHP7.9. طيب فانت لازم تتأكد من الاسدار دا لان انت لما ما عندكش الاسدار دا هيديك اررش طبعا. اقوله clear. دلوقتي كل اللي علينا اقوله من الكمبوزر. انستول. عشان نزيل الباكيش دي كلها. طبعا ما مفهوض مش هياخد وقت اللي انا نمسى طبعه بعد كده فهو هيجيب من الكاش. المهم هنخلص هيخلص وبعد كده نكمل. طيب دلوقتي هو خلص كده التسطيب. طبعا هيقابلك شو مشاكل لان احنا منزلين من خلال من خلال تمام? فهتقابلك شوة مشاكل تعني احلها سواء. اولا هيبقى عندك مشكلة ان انت مش عندك ملف الانف. طيب تعالوا نروح اولا نروح على ال بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. هنقول له هنا هنقول له هنا افتح بتاعي. ادي بتاعي او او افن. لو بصرين هنا مش هلاقي دوت انف هلاقي دوت انف دوت اكزامبل فانت لازم تعمل الاخ ده وتخليه دوت انف على طول. طبعا? لان اللارفل ما بيشتغللش من غير الضط انف بتاعي. طيب. دي اول نقطة كنت تتقابلك فيها مشكلة. طاني نقطة احنا عايزين نعمل key generate. لو قابت هنا. هلاقي في امر سمو key generate هنا. طلعنا فوق شوية. هادي key generate هوا. عشان نعمل generate لكي بتاع اللارفل. طعم. فهنعمل هنا بس هنا كليل الاول. هلا هنا البيتش بي ارتزين. key generate. هادي هوا كلا عمل generate لكي بتاعك. طعم? كل عليك دوت انفعون البيتش بي ارتزين. كده المفتوض هيبقى شغال معك من غير اي مشاكل ان شاء الله. هنعمل هنا refresh. ادي اللارفل اشغال من غير اي مشاكل. ما فيش اي تغيير في الوجه الاسية للموقع بتاع اللارفل او الاسية بتاعة اللارفل. طبعا. ان شاء الله من الدروس الجاية بقى هنبدأ نبص اي الجديد اللي حصل في الارفل 5.5. شوف كو الدروس الجاية والسلام عليكم وحمد الله وبركاته.